الشرطة ترحب مجموعات شيشانية وسورية في فينة توقع معاهدة سلام وعندنا خبرنا الأخير بيقول هجمات داعش الفاشلة كشفت عن عصابات جيشت ضد السوريين في فينة يمكن موضوع الشيشان والسوريين ده خد مننا أكتر من خبر الأسبوع الماضية وبرضه يمكن كان نهايتها المجموعة 505 اللي يعني التقطت الشعب التركي وكان يعني يكاد يكون يموت قبلها كان فيه ششانيين وسوريين طبعا خبر زي ده لما نقول هو برعاية الشرطة اللي أنا بستغرب له ان الشرطة بترحب بالموضوع ده وهم مش قادرين ان هم يتخذوا إجراءات قانونية تمنع ده بس برضه طالما فيه سلام وفيه حياة مجتمعية بين الأطراف برضه نحن بنرحب تعليق حضرتك عن الخبر طبعا سيد الكريم يعني بالبداية الشرطة ترحب مجموعة شيشانية وسورية فيه توقع مهادة سلام فعلا هذا الكلام واقع وإنفوغرات يعني اطلعت على جزء كتير كبير من هاي المحادثات وكان فيه إنا يعني مراقبة من بعيد لبعيد كما يقال لهذه التطورات يعني أنا أراه تصرف عقلاني تصرف واعي من هؤلاء الشبان إن كانوا السوريين ولا الشيشانيين فعلا إنه إنه نجتمعوا أخي طعا إحنا مختلفين تعالوا نتحدث هاي هي الحضارة سيد الكريم الحضارة إنه فعلا الأشخاص المتنازعين يلتقوا ويجتمعوا ويقوموا بماذا هذا الحوار تبادل الأراء 100% هذا الشيء جميل جدا وهذا الشيء جيد جدا ولكن المفاجأة وين استاذ ممدو المفاجأة بالخبر الآخر الذي قال لك ماذا أن أحد المتهمين بالانتماء للخلية الداعشية التي حدثنا عليه بداية الأخبار والتي هي كانت فعليا ضمن ضمن الأشخاص المعتقلين شاب من أصول تركية كان موجود ضمن صورة ضمن صورة ماذا يا سيد الكريم ضمن صورة نشرتها الشرطة النمساوية لأشخاص اعتدوا على سوريين وكانوا أتمنى للصورة في إمكانية نحن نحطها على الكنترول أيها تمام ممتاز جدا هاي الصورة كان بناتهم أشخاص فعليا هو تم اعتقاله عمره 17 سنة بالانتماء لتنظيم داعش وكان موجود من مجموعات مجموعات على التليجرام وما إلى ذلك مجموعات دردشة تجيش ضد السوريين فبالتالي جزء كبير من هذه المؤامرة يعني أنا لن أبرئ السوريين بصراحة الذين كانوا مشتركين بهذه المواجهات الغوغائية ولكن فعليا تبين أن الطرف الآخر متطرف متشدد جدا لدرجة أن شخص منتمي لداعش كان موجود من حالة هذا التجيش الذي شاهدناه ومثل بقوله جاكيدون بنحر ومعاهدة التوافق التي حصلت بلدين شباب سوريين وشيشانيين هذا شيء جميل جدا وعقلاني وترفع له القبعة وفعلا هم فعليا يعني طو صفحة صفحة هذه المواجهات الدامية والعنيفة التي جهادتها فينا وقطعوا الطريق على ماذا على حزب المتطرف والأحزاب المتشددة التي كانت تستثير بهذا الحدث ففعليا اليوم أعتقد أن الرواية والقصة أقفلت عند هذا الحد نتمنى أن لا نرى في الأيام المقبلة أي صورة من صور العنف في الشارع النمساوي ترجمة نانسي قنقر